سيدة تهدد مستقبل ماكرون وانقسام آخر يهز عرش اليسار الفرنسي فجأة وبدون مقدمات دعوات تصاعدت بين أقطاب أقصى اليسار في فرنسا مهددة بالإطاحة بالرئيس إيمانويل ماكرون وإقالته من منصبه لكن ما سر انقلاب اليسار على ماكرون السبب ببساطة هو رفض الأخير تسمية لوسي كاستي رئيسة للوزراء رغم توافق أحزاب تحالف اليسار على هذه التسمية الشهر الماضي النيران الصديقة جاءت هذه المرة من حزب فرنسا الأبية من أقصى اليسار الذي ترأس دعوات الإقالة لكن في نفس الوقت تلك الدعوات فتحت النار على الحزب إذ قبلت بمعارضة شديدة من شركائه اليساريين الذين يخشون أن يؤدي هذا الإجراء إلى تقويض فرصهم في تشكيل حكومة اليمين الفرنسي اغتنم فرصة الخلاف داخل البيت اليساري جيرالد دارمنان أبرز أقطاب الجناح اليميني ضمن التحالف الرئاسي أكد أن حزب فرنسا الأبية يريد إغراق فرنسا بالفوضى أما صحيفة لوموند فأكدت أن اليسار الفرنسي يواجه شرخا كبيرا يهدد مستقبله السياسي بأكمله في أحلك الأوقات التي تمر بها البلاد وصفا الانقسامات الحالية داخل اليسار بأنها تطاحن حاد عواقبه خطيرة لكن السؤال هنا هل يمكن فعلا إقالة الرئيس؟ الدستور الفرنسي أتاح إمكانية عزل الرئيس في حالة واحدة فقط وهي إخلاله الجسيم في أداء مهامه حيث يمثل أمام مجلسي البرلمان بصفتهما محكمة عليا ويتم التصويت السري على قرار العزل بأغلبية ثلثي الأعضاء لكن ليس قبل تقديم اقتراح العزل من قبل ستين من أعضاء أي من مجلسي الشيوخ أو الجمعية الوطنية